لا هي محرقة بدأت ولن تنتهي يعني هي الردة الفعل حتكون حتى ما اليوم غدا هي أصلا حتى ما حصل يعني هو ردة فعل كل ما يحصل بعد هجوم الكرامة هي ردة فعل يعني هجوم وهجوم مضاد هجوم وهجوم مضاد ولكن هو يدعم في القبائل اللي تحالفت معه يدعم فاهمة مثلا بهذا الطيران على سبيل المثال حتى تكون لها قوة أكتر وبالتالي هي عملية مشتركة وتتم ولننتهي يعني لا يوجد عاقل يفكر أنك أنت يعني تقولوا الله قوم كامل أو ناس أو منطقة كاملة نبيذها ولن يبقى فيها إلا الذين يؤمنون بي هذا غير معقول وهذا غير منطقي يعني هم الناس تهجروا يخرجوا من مدينتهم لكن عندما تحين الفرصة ويتحصرون على الفرصة سوف يعودون لكن هذا الآن نحن أمام دليل آخر على أن ميليشيات حفتر ترتكب جرائم حرب في ليبيا بحق المدنيين رغم دعايتهم المضادة دائما أنه والله هم يحاولون أن يسحبوا المقاتلين أو الميليشيات الإرهابية كما يسمونها من طرابلس إلى الخارج العاصمة لحماية المدنيين الآن يستهدفون تجمعا مدنيا خالصا هذا الحقيقة لم يعد يكرر ولم يعد يذكر إلا في قنوات الإمارات ومصر وقنوات الإعلام الإماراتي بتاع الكرامة أما باقي أعتقد حتى لو تلاحظت تبعت الصحف الغربية والمراكز الاستراتيجية التقارير التي تصدر فيها جميعها بعد حرب طرابل لسه تقريبا أكتر من كم هذه من تقارير تقول يعني تقريبا ما مجمله أن حفتر يسبب في تقويض الأمن القومي الليبي والأمن العالمي أنه يساعد على زازعة الاستقرار في ليبيا أنه يقتل المدنيين أنه يعني يعددون الضحايا أنه يعني ساعد في تنامي النظام داعش دواعش في الجنوب جميع الآن بات يدركوا بأن هذه الحرب هي حرب يعني سلطة فرنسا تعلم هذا جيد لأن من رأي العام الفرنسي متحرك بشكل كبير ولكن العمل في فرنسا الآن هو عمل استخباراتي لإنقاذ مانويل مكرون يعني حاولوا إنقاذه بكل طريقهم الآن لم يعد يفكرون في دخول طرابلس بقدر ما هم يريدون موتا قدم على ضواحي طرابلس حتى تكون هناك نقاط تفاوضية يعني عالية المستوى يستطيع أن يستخدمها حفتر في الحصول على مكاسب أقوى وأطول يكون له حصة كبيرة في أي اتفاق سياسي قادم وبالتالي الآن الجهد كله منصب حول كيف نستطيع أن نضمن لحفتر مكان في في المشهد الليبي ويكون يعني ربما في وقت اللاحق يستطيع أن يعمل منها انقلاب وكذا هذا هو الآن الموجود الآن الخطة ألف فشلت وهزمت من يوم 4-4 عبريل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة